الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم بإذن الله تعالى نلتقي مع الشيخ محمد أحمد عبد الحكم الرجل الفاضل جضا الله خير والد شيخنا أو بكر محمد أحمد أهداب وهذا اللغاء إن شاء الله سوف يكون عن موضوع عقيدة الجمهوريين وعمل الشيخ محمد أحمد جزا الله خير عمل في التدريس لمدة 31 عاما نسأل الله يبارك في عمره وفي ذريته ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناته وإن شاء الله سيكلمنا عن الجمهوريين وعن الفكرة الجمهورية بحسب ما رآه وما يعرفه عن الجمهوريين فضل الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد جزاء الله خيرا لابن محمد على هذه التقدمة وأقول مسعينا بالله سبحانه وتعالى لقد درست المقهد العلمية وأول ما بدأت المقهد الثاني والمدن العلمي والتغيته بالأخ الأستاذ محمد صالح خاطر من أولاد العباسية تقلي وكان يعني هو من الجمهوريين وكان يعني محمود محمد طال هالك هو بيجو في المنزل بتاعه وكان في حي المدنيين في مدني كلام دا سنة 1956 وهذا الأستاذ محمد جاءنا عمره كان كبير وكان يصعب عليه اللغة العربية كان تصعب عليه اللغة العربية ولاد العباسية تقلي يعني هما ما بيتكلموا اللغة العربية يعني لهجة يعني فصاحة صعبة عليهم ولكني ساعدت على حسب دراساتي وفهمي في النحو وكده ففي يوم من الأيام كنت معه يعني وبيتنا في البيت فإذا بمحمود محمد صالح محمود محمد طاها جاءنا بالليل وبيت معاه أصبحنا الصباح فقام مشا وجاب لنا كالعادة يعني الشاي فجاء ولقاه ما قام قام تورو السوق جاء قال لي الشيخ محمود ما صليت الصبح قال لي لا انت ما عارف يا محمد لأسه أنا وصلت درجة إنه أصدر رفعت عني قال لي رفعت عنه قال لي الله شاهي ما بتشربه شال الشاي شال وفات وانا قاعد أنا ذاتي ما شربت أنا ذاتي حرمني شرب الشاي أنا ما شربت شاي الشاي وفات محمد فكان ذاك بينات فراق وطوالي انتقل لواحد اسمه محمد بيومي دي بسموه الفرغة المحمدية التغى بحاجة اسم المحمديين واحد اسم محمد بيومي كان فصيحا وبليغا من ود مدني فمحمد صالح خاطر دي بيقى معاه وفارق الأستاذ محمود محمد طا في الفترة ديك لما انتهينا منها وأنا جيت الجمعابي فالتغيت بجمهوري في الحلة هو لما انجاه ما كان جمهوري هو كان من الكيزان لكن تحول للجمهوريين اسمه عوض محمد مصطفى من الجمعابي ومتزوي بيت خليفة الشيخ وبعدين لما شافني أنا قريت الرسالة الأولى والرسالة التانية في كتب الجمهوريين فحاولي تقرب لي عسى أنه أنا أكون مع الجمهوريين لكني أنا بحمد الله حاولت أتعرف على الطريقة الجمهورية دي شكلها كيف هما بيجي الجامع ما بصلي في الجامع ولا أي شيء فقلت لي يا أخي انت كيفين الطريقة بتاعتكم دي قال لي طريقتنا نحن وإنا أو إياكم على هدى أو في ضلال مبين قلت لي حتى الآن لم يتبين الحق ما معقول قلت لي أصلا ما ممكن لغيت الآن الحق ما يتبين يعني كوني لغيت الآن يعني السبيل المجرمين أصبح واضحا لكن لغيت الآن ما يتبين لا تبين فالحق واضح أما نعم هل الجمهورين دي حسب العرفتهم والعاشرتهم والنغشتهم بكلام هذا هل بين الفكرة الجمهورية أو بين التصوفي علاقة نعم أما يعني ما بين الفكرة التصوفي وما بين الأصوفية هم حاشيتهم أو مزرعتهم أو عدديتهم أو أنه يعني يدفعهم أو يكثرهم هما الصوفية هما الصوفية هما المرتع بتاعهم هما الناس النداءات لما تحدث فتحدث بالنسبة للصوفية افعلوا كده افعلوا كده افعلوا كده بالنسبة للصوفية وهم يدبعوهم هما ذاتهم يدبعوهم باعتبرهم قادة هل الجمهورين بعقيدة مثلا الرسالة الكاملة هل دي تلقى بينها بأن التصوف علاقة بينما عند الصوفية نعم الانسان الكامل هم يصلوا لها عن طريق إسقاط الرسالة المحمدية أو ما تقول الوساطة بتاعت الرسل يعني أي ده الجمهورين يعني يصلوا لحاجة معينة كذا ترفع عنهم الصلاة ويكون يعني ما بينه وبين الله سبحانه وتعالى كفاحا يعني وأما الصوفية فهم يعني خدعوهم بالزهد بتاعهم يعني الصوفية هما يتمثلوا الزهد ويتكلموا في الزهد وديل هنا يتمثل في حسن معاملة يعني كان بالنسبة للجمهورين هما عندهم مزيد من حسن التعامل عشان يخربوا بالعقائد يعني تلقى تعامل زايد بصورة عجيبة جدا جدا حتى أنه يتفوق العادات على العبادات هما عندهم العادات هي تسبق العبادات فعشان كذا هما بياخدوا الصفة دي والناس يثنوا عليهم ويقول لك الناس عندهم معاملة والله يا اخي الناس لو مسكوا العقيدة الصحية ما بيلاحقوا ليلا أنه هن عندهم متعامل يعني شديد بيعتمدوا على المعاملة أكتر من العقيدة بل إنه والله نحن كان عندنا واحد يعني يمهور هنا يعني أنت لو تيهوا دكتور لو تيسوا واحدة بالليل بييك يديك العلاج ويديك الدو يعني بوضع الصماء عادي كله كله الناس كانت تقدموا على أي شيء ده كله عشان ينشروا شنو في الوسط إنهم يكونوا محبوبين لدى الناس وينشروا العقيدة بتاعتهم لكن دائما بتحاشوا يعني الأحكام الشرعية يعني هما يعني في العقايد ما بتكلموا كثير لكن دائما بتحاشوا الأحكام الشرعية ليه لأنه الأحكام الشرعية نزلت لتغييرا منهج الجاهلي ولمعرفة الناس لمعرفة الناس بالله سبحانه وتعالى وبالحلال والحرام هذه المشكلة يعني ما هو الحلال وما هو الحرام والحلال والحرام كيف ينزل إلى أرض الواغع كيف يعني علاقة الرجل بالمرأة وكيف علاقة الرجل بأبنائه وكيف المرأة ذات حكاية الحجاب والحاجات دي عندهم الأصل العوري الأصل في عقيدتهم العوري بدليل أنه يقول ليك أصل آدم دا المن يعني نزل نزل على طريقة العوري يعني صحيح صحيح يعني وصل لدرجة أنه عشان يصهر المبدأ اللي هو حكاية أنه يصهر أبن آدم على أصله يعني وهذه هي العقيدة الحقيقية بل أنا سألت واحد جمهوري الآن عندنا في الكاملين ويمكن أسمي بالإسم مدى معروفة المدارس كلها رجل بيصور التلاميذ بتاعنا الصفة السادس عندنا الزمان والثامنة الآن هو دا يعني رجل مصوراتي بيي بصور البطاقات بتاعة الامتحانات ومعلوم وعنده يعني علاقة بي شديدة جدا على أساس أنه يورين أنا لما تكلمت لي قلت لي يا أخي الآن يعني حكاية المنهج بتاعكم دا يخص بها فضيحة قال ليلى منهج يديه منهج الأصل لكنهم بتاعيبوا عنيك المجمهورية قال لي arran دا من الحرف بالهل آآآآآآآآآه قال لي garbage Dragan. players لكن دا الاصل انتو مما هلتو له نهاج إنو كانوا مها بلاينا انحنا هنطبق عليكم المنهج الجمهوري الصحيح يعني وتعمل في الآن ذا الوصفة والGraد والع زن الطاغ نعم ويكون عادي يعني هما يعملوا يكون عادي يعني حتى الأحوال الشخصية علاقة الأحوال الشخصية دي ذاته أنه ينزلوها بطريقة طريقتهم يعني كيف نعم في كلام عربي لو زول القراءة الرسالة الأولى بتاع محمول حوطاء رسالة تعالى الإسلام بلاحظ يعني كأنه زلده يستنبط أغوال من كلام عربي والحلايد بالضبط كده ومش كده أن ندرينه يصل من كلام عربي الحلايدة إلى أنه حتى أنه الإنسان يكون الله والله هو الإنسان يعني أنا الواحد الفرد كبير يعني معناها أنت تكون أنت الإله وأنت يعني طالما أنت كنت الإله إذا أنت في مرتبة ما مسؤول إذا ما مسؤول من أي شيء ودي نفس الإباحية المطلوبة دي الإباحية هم الدارين يصلوا لها وده المنهي الدارين يصلوا له فيصبح يعني عندهم أمر ونهي لما عندهم يعني تفعل أو لا تفعل لا المصر تبقوا يسموها الهميية يعني مجتمع يكون مجتمع هميي وسبحان الله يعني إحنا في الدروس في الدروس الكيزان ديل يعني هما فطنوا له حاجة إحنا زمان درسنا مريم الشجاعة ومحمد الطماع وحاجات دي كده فطنوا له الكيزان ديل في المنهي درسناه ودرسناها لكن فطنوا له وجو غيروها قالوا محمد الطماع ده يقصد محمد ذاته ديل كمان جو بيشي يديد طبعا ده حق المنهي ده حق الشيعين أو ده حق ده بتاع الشيعين وصوا لصيق بالشيعين ومنهي ستالين ذاته لينينو ستالين ده دي مناهيون ولقوا فرصة الآن على أساس النشنو يغطوا بالحاكمية بتاعتهم يعني الآن الحاكمية الحكم بيديك هيبة ويديك هيبة إصدار الأحكام لكن الأحكام إذا كان أساسا على الشعب غير مسلم بتنطبي وبتجي هاي هاي نعم شكرا لنه جزاك الله خير عمر ربدا حكم على المعلومات دي لكن آخر حاجة داري منك رسالة توجهة للقرائي لأنه هو الآن يعني بدأ يغير في المناهج وداري غير المناهج ويدخل الفكرة الجمهوري للطلاب أبنانا وبناتنا في ساتس أساس فالرسالة اللي بتوجيها ليه وشنو إن شاء الله آآ طيب عمر ربدا عز وجلين في عبيع المسلمين جزاك الله خير الآن الرسالة اللي أنا بوجيها وأنا كمعلم لو كنت معلما قبل ما أنزل المعاش المنهج ده لو جاني أنا ما بشيل الكتاب ده ولا بدخل به الفصل الله عز وجل أنا ما بشيله ما بدخل بالفصل ليه لأنه أنا لو عرضته لو عرضت هذا المنهج أفسدت الأخلاق التربوية بل أنا يعني أقص لهم قصة عجيبة يعني حاجة تربوية حاجة تربوية في المظاهر بتاعت التربوين اللي عملوا أسفك وكتوب دي عندنا إحنا في التهيلة التربوية بكون فيه سنار وعند المعلمين بيتأهلوا في سنار الكلام ده يعني في نهاية السبعينات فالأستاذ عنده درس العلوم وماسك الحمار شايلوا كده مصوروا في ورقة مصور الحمار ده في ورقة على أساس أن الموجهين جوا كلهم جلسوا الطلبة ما شاء الله في شجرة كبيرة كده في المدرسة بتاعت التهيلة التربوية ده في سنار فجلسوا فيها في الحمار بتاع الغفير قاعد تحت الشجرة دي الأستاذ عرض الحمار بتاعه عرض الحمار بتاعه للتلاميذ وكله في تلاميذ بيفشلوا على الأستاذ المتدرب ده يفشلوا على درسه عديد كده ده يعني يفشلوا عليك لأن الموجهين قاعدين بيكتبوا عنك بعدين من أخشوك يفشلوا درسك فقام الواد الحمار الصرخه طلع على ailğر بتاعه فقام الواد رفع يده يا أستاذ قال ليه ده في حمار اكما فيه قال لي ليه فيه لكن جوا فاخد ممتازة الأستاذ قال لي فيه قال لي حماري اللي أنا شايله فيه الورقة ده طلعو الحمار ده فيه لكن جوا قال لي للسرعة دي أدت الأستاذ ممتاز البداهة فشوف ده إن تبتضع حاجات زي دي الناس بتفطل لها الناس بتفطل لها وتجد تخطفي كتابة التربية التعليم ذاته اهانا سوي كيفين الورقة دي اشروطة دريسة دانا اودي وين انا انا كمعلم وجاي يحضر الدريس وبعدين سبحان الله هذه جرأة الناس يصلوا جرأة ليس كمثلي شيء هو قال لك انك انت شفت شبهه لا شفت ذاته لا صورته كيف انت ما شفته ولا شفت شبهه انا كشفت شبهه ولا والله الله يشبهك فلان الفلاني انا فلان دا ما شفته اها وربنا دا ما شفته فكيفين وين يأتي علم الغيب سبحان الله علم الغيب بيجي وين بيجي في الحتة دي انك انت تعلم الله بالغيب وتتعرف على الله بالغيب فلو ادرسم اللوحة دي اه انا احضا بينجيب ويقول لك التر خير اعزموا لينا خلال ما عندنا معنى اعزم لينا ربك دا جيبوا لينا بصورتك دي هو حي ولا ميت ان قال ميت دي مشكلة وان قال حي جيبوا لينا جيبوا لينا تب والله نكرموا ليك ونعمل احتفال جيب ابونا آدم دي بشكله دا السيدة كانت قولك ابقى زي ابونا آدم دا اقف علي حيلك وطب ملص تب ودومك دي كالضاب كالضاب والله ما بتمرص والله والله لروحك ما بترضى والله ما تعمل غيره ودي حقارة يعني ابونا آدم دا ولا دكتار والله لك عنده ولد واحد والله كان دخل معك مشكلة والله يدخل معك مشكلة ويضاربك وتبقى تاني مشكلة كبيرة جدا ويسأل بك في اي محل والله جزاكم الله خير مبارك الله فيكم وربنا يوفقنا ويفقكم جميعا اشتركوا في القناة